دولوقتي هيا دا عادل دخلة متحضر برة جاية ببرائتها المعهودة متعرفش يعني اللي احصلها. ومتآمر معنا. ايه شعور الممثلة مجوزة. افتكر شعور لطيفة. اهي دخلة هيا. اهي دخلة. احنا هتكلم في كزا حاجة فعايزك تركزي يعني هنتكلم في بدأنا ازاي وهنعمل ايه فتركزي كده معنا. هنتكلم على المسلسل الجديد وعلى الحاجات دي وهريزين نتكلم على مثلا فيلم على مين تدخلها حاجة كده. ايه? نتكلم على فيلم على مين تدخلها تلميع كده يعني تلميع. نقلف يعني? اه مش نقلف يعني نتفق احنا دلوقتي قبل التصدير كده على حاجة خلاص وبعدين تلميع يعني. يعني غدا دخلة فيلم عالمي حاجات كده وبتاع. انا ممكن نبقى ان بعد كده نكذب. لو تحب. اوكي. اه متقول. انت اعلى اجر صح? ايه? انت اعلى اجر في الممثلين. هنقول كده. ربنا يسمع منك يا رب. نا هنقول ده ورده. هنجزب يعني. بس انا قصد ان ده بيزبط بيلمع يعني الكلام ده. بيلمع ايه? ان في فيلم عالمي ان في حد ممثل طلب يمثل مع غدا عادل دي تبقى لطيفة مش وايه مسلا نقول اااااااا. ماسلا ايه. ماشي اوكي خلاص. يلا بس احنا نبدأ وانت ابتدي وانا هقول على طوف. طيب ماشي. البطا كده. خلاص. اهلا بكم مشاهدينا في برنامجنا وبرنامجكم وجهة نظر. ضفتنا النهاردة هي الفنانة الجميلة الشابة غادة عادل. اهلا بك يا كل سنة انت طيبة انت طيبة هل المجدي الهواري هو اللي صنع غدا عدل؟ طبعا يعني هو يعتبر اساسا هو اللي دخلني المجال ده يعني دايما كل انسان يبقى رغبته انه مستل لو قولك ان دي رغبة مجدي قبل ما يتكون رغبته وهو ساعدني وساندني والغاية لما يعني زرع جواي حب الشغل والفن فيه وجهة نظر بتقول ان ان انت بترفض تشتغلي مع الناس تانية خلاص بسبب الغرور انا ابعد واحدة ممكن اتهم اتهم بالغرور يعني العمل ما اسمعت ان انا تعالي مثلا والله لو انا متعالي احاول ازبط من نفسي بس انا يعني اعوذ بالله بايه؟ بانك متعالية شوية في شوية تعالي طب نادي السؤال عشان انا مش فاهمك فانا مش يعني انا تعبانة ومش بزبطة انا مغرورة ولا متعالية بصي احنا احسن ان احنا نتكلم عن الجزئية بتاعة الفيلم العالمي والحاجات دي بتزبط يعني فاهماني فاهماني دي حاجة لطيفة بتقرب مني بتقولي كلمة سر؟ دي حاجة لطيفة انا يعني انا بحاول ان انا ايه انصاحك دي حاجة لطيفة فيه ممثلين جات هنا وقالوا ده طلبوا مني قالوا ايه؟ قالوا لي اقول ان احنا مش عارف ايه هنشترك فيلم عالمي مش عايز اقول اسمائي يعني هنشترك فيلم عالمي مع فلان جورج كولوني براد بيت حاجات كده ممثلات الناس استنى الفيلم يقولوا في الاصل جورج يدراعه الكسر رجله براد بيت رجله تلوت حاجات كده مش هجزب انا بحاول ان احنا نعمل حلقة مختلفة يعني انا بحاول ان انا لماعك يعني فاهماني يلا لو مش عايزة خلاص يا غدا اوكي بتعرف ايه المشكلة ان انا تعبانة جيدة ان وبصور من الصبح اه انا كمان تعبان بس ده شغل يعني فاهماني الحاجة اللي انا بقول لك دي حاجة المصلحتك انا بك انا بحاول لماعك دي حاجة لطيفة فيلم عالمي دي مش حاجة صغيرة بتحاول ايه؟ بحاول لماعك دي حاجة لطيفة مش حاجة وحشة تكتر خيرك انت فاهماني انا وصلت؟ طبعا طيب نقول بقى نتكلم على موضوع براد بيت ده سماح سماح الكلام ده بيلمع مش وحش يعني فيلم عالمي انا بحاول لماعها دي حاجة طب هات فوطة تلمعني هات جلانس وفوقت يعني ايه تلمعني انا مش فاهماني دي حاجة معروفة في الميديا يعني كلمة تلمع دي حاجة معناها كويسة للمعك ايوه اسقولي ألمعك يعني على اساس انت مين هتلمعني على اساس ان الكلام دي خليك تتحطي في الصفوف الاولى يعني انا مش عايزة تحطي في الصفوف الاولى انا عطي جاية هنا هتكلم عن نفسي الحقيقية بس لا عايزة تلمع ولا طلبت من حد يلمعني ابوهاتو ريكوردر باي قولي الكلام المكتوب في البداية يلا فايف انت اصلا خرجتني برا المودة مش عاف اسجل معاك سماح لو سمحت انا قلتلك من ساعة ممكن تجيبيلي دندهيلي مكدي اطلعيلي اه احنا تسجيل يعني مش مباشر يعني نقدر نعمل اي حاجة عشان الوقت بس طب عشان الوقت يلا يلا خلاص يلا الوقت ايه ما احنا عادة نستنىك ساعة على بال ما غسلت شعرك طب احنا فاضل عشر دعايات طب قولي لي انت عايزة انا تكلم في ايه ونتكلم مع بعض فيه سيبك من الاسئلة سيبك من انا لا بقول عايزة اتكلم فيه ولا بروح عشان عاود اقول كلموني في كذا ما تكلمونيش في كذا انا احترمت برنامج وناس صحابي كلموني في برنامج وعشان رمضان وعشان الناس وعشان الناس اللي قاعدة يعني ليه تضيقهم وعشان الناس هتفرج علينا يعني انت بلطان انا عايزة لمعك يا غدر انا باكرر كلمة المعك بتقول ايه تلمعني مش فاقمين قالك انا عايزة تلمع مش عايزة تلمع لما احنا نقول في برنامجنا ده اللي الناس بتحبه جدا ان فيه فيلم عالمي بينك وبين حد مثلا ده ما يلمعش النجم وينزل بكرا اخبار في الدرائد ليه احنا ممثلين مالهم يعني مستني واحد عالمي عشان اتلمع انا ممثلة جنسيتي ايه مصري طب انا يعني اقعد اتفشخر بواحد امريكاني ليه يعني مش مهم ممكن الماني بلاش امريكاني الانتاج المشترك هو دلوقتي البطل في العالم كل طب ربنا يا رب يكرمنا ونعمل انتاج مشترك في العالم يعني انا لو انا جالي مثلا انا زيع برنامج في امريكا مسلا اقولهم لا لا ريتك يا شيخ تروح تزيع هناك وتخلص مخلصكو مش تخلصنا يعني بقى طالما انت نفسك كده قوي انه تبقى حاجة عالمية امريكا هوليوود امريكا ميش ربنا يديك يا رب امين يا رب انت بتكرهني يعني متضيق انك بسجل معايا وابدايقني انا بحبك انت نجمة كبيرة وكلنا بنحبك الناس دي كلها جاي علشانك بس والله العظيم والله العظيم قصة الفيلم الاجنابي دي بتلمع طب نشيل السؤال اللي هو الفيلم العالمي دلوقتي والموضوع بتاع تنازلك عن الجنسية المصرية ونكمل كلام عن نجاحك في ملاك اسكندرية ونجاحك في مبروك جالك قلق ايه رأيك انت قلت ايه اول كلمة؟ اول كلمة؟ اول جملة قلتها ايه دلوقتي؟ انك مش عايزة الجنسية المصرية وعايزة الجنسية الالمانية عشان الفيلم العالمي والله العظيم هيترد عليه انت عارف انا ايه اللي بيغزني كلمة ننمعك تبتقولها دي والله العظيم ما بيغزني غيرها لو ما قلت هاش هكمل برنامج واخلص طيب خلاص مش هقول طيب انت تحبي في اسئلة معاينة لا ما بحبش اسئلة معاينة بحب اي اسئلة حاجة انت تقلفيها وانا اسأل اقولها برضو اقلفها ما هو وقت تيوتك كله غلط اقلف واجذب وليه وفابريك ولمع ما تتكلم من انسان طبيعي تسألني اي حاجة عايز تعرفها اسأل طيب انت عايزان اسألك في ايه؟ ده انت لو سألت الناس اللي عاديين اي حاجة عايزين يعرفها يقولولك طيب نسأل الناس يعني اي حد يقول يا الله 5 4 3 2 1 جمهورنا نفسه يسأل غاد عادل عن مشاريعها اللي جاية في حد يحب يشترك انا برضو احبك قوي بس احس ان انت ما خدش وقتك في التمثيل انك تبقي نجمة كبيرة يعني ان كنت حس ان انت ممكن ان تبدايب ازدوار صغيرة ما خدشش وقتك لا 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 ده سؤال ده؟ لا 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 هانت نقف تفني عشان تقول لها مخدش وقتك وفي وقت هي طبخة؟ والله ده وجهة نظري انا مشاهد بس راح تعالى خليك كالي تفضل كالي بس سؤال حد قوي يعني انا ما اسمعش بقيت سؤالة تفضل عايزين اسئلة ترفع النجم وتلمعه مش اسئلة رخمة لما بيكون الوقت اكبر لما حتى الواحد بيبقى نجمي بيبقى ياخد وضعين فانا حاس ان حد راح بقيت نجم بسرعين اللعه ده كرم عند ربنا يعني ممكن فعلا اكون متعبتش قوي بس يعني انا في بداية حياتي ممكن يكون مجدى وقف جمبي أدي عليه ستاني يسأل ينا فضل اكملي تكملي فى اوا Pearl يكون مجدى يوقفي جمبي فى البداية وأكيد يعني لو انا بعد كتا ما ثبتش نفسي من خلال شغلي واكتهب نو السؤال مش عجبك خلاص ما تردذير Jeder يا عمان اقلتلك السؤال مش عجبني سؤال سخيف يعني ليه سخيف مدعتيش ولسه مبيقتيش نجمة ما ماشي و ايه يعني طيب تفضل